مساء الخير على جميع مشاهدي برنامج التاسعة أنا بحل ضيف عليكم النهاردة نيابة أو بدلة من زميلي العزيز يوسف إن شاء الله يكون موجود بكرة بألف خير وسلام لكن خلونا قبل ما نبدأ حلقتنا وكعادتنا دائماً إحنا بنتناول أهم الأخبار ويمكن واحد من أهم الأخبار النهاردة ومن الأخبار اللي حقيقي حاسمة وممكن توقف كتير من الجدل وكتير من اللغة اللي حصل على مدار سبع أيام إحنا في يوم السبت من بداية الأسبوع وإحنا جرى العرف كده هنا في برنامج التاسعة إنه ده يوم أستاذ وائل لحد ما يرجع بالسلام أي حد فينا بيكون موجود بنقول كده إنه لحد ما يرجع بالسلامة وما كانه طول الوقت على مدار أكتر من سنة في فترة التعب كان محفوظ وكان موجود وصيرته كانت حضرة كنا بنحس برضو بحاجة غالية جداً إنه طول الوقت صور أستاذ وائل موجودة على صفحات البرنامج لم يتغير شيء رغم عام طويل مرة على كل من يحبون هذا الرجل ويتابعونه كل ما نخرج في مكان في الشارع كان السؤال الأشهر اللي إحنا بنتسئله السؤال اليومي أستاذ وائل رجع أنت الحقيقة إذا كان دي إرادة الله وإذا كان أستاذ وائل ربنا اختاره في الوقت اللي ربنا أراده وإحنا ما فيش حاجة في قدينا وانتظرنا وتوقعنا خير وترقبنا شفاءه لأنه الأسبوع اللي فات كان صادم أكتر بكتير حتى صدقوني من صدمة الوفاء لأنه كلنا لها وكلنا راحلون ولا يبقى إلا السيرة ودايماً لما حد منحبه كده يمشي نقول السيرة أطول من العمر فنفتش في سرته ونشوف الشخص ده عمل إيه في حياته فنتعلم ونستلهم حاجات كتير جداً فلأنه هذا الرجل كان صاحب تاريخ كبير جداً فبصراحة كده على مدار الإسبوع اللي فات إحنا وناس كتير صعبان علينا أنا شخصية مش أتكلم بإسم حد بس أنا يعز علي أنه هذا الرجل تتلخص سيرة الحديث عنه في أننا نتكلم بس عن تحقيقاته وعن إجراءاته وعن سبق صحفي وعن محاولات لكشف جديد لا 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 الحكاية يا جماعة ما حدش فينا يتمنى أنه هي دي ملخص مسيرته فلأننا نحب هذا الرجل ونحترمه ولأننا زاملناه جميعاً ولأنه فيه مننا زامله واشتغل معه سنوات طويلة وأنا مثلاً واحدة من ناس اللي أقل حد احتكيت بيه اشتغلت معه وقت قليل لكنه ترك هذا التأثير وهذه السيرة الحلوة عند كل الناس فإبقى إحنا بنتكلم عن شخصية جميلة وكبيرة ومهمة فيه تاريخ الإعلام اللي لا تستاهل أنه نتحدث عنها بسيرتها وبتاريخها وبمسيرتها أكتر بكتير من أننا نتحدث عن أخبار طبعاً طبعاً يفضل لكل صاحب الحق في أنه يطالب التحقيق وأنه لو كان حصل إهمال فحبنا لهذا الرجل وغضبنا على هذا الرجل وغضبنا على أي إهمال ممكن يكون تعرض ليه وهو فضل واختار على مدار السنة كاملة الصمت فحقنا حكتين أو حقه علينا حكتين أولاً أنه إذا كان له حق ليه الغير ومن كثير من المرضى تعرضوا لإهمال طبي يبقى الحق لازم يرجع ولازم تبقى فيه تحقيقات عادلة وإذا كان هو فضل لتثار هذه الأقاويل أثناء تعب ومرضه فهو أكيد كان عنده رؤية فإحنا خلونا نتعلم من هذه المدرسة أنه أي حد يحاول يقعك في فخ كده شخصية كبيرة ومهمة فأنت تتكلم بس عن خبر وفاتها لكن لا تتحدث عن سيرتها وحياتها فأنت بتختزل كتير جدا عشان كده خلوني أشارك حضراتكم بأنه كل فريق القناة الأولى كلنا كل اللي اشتغلوا مع أستاذ ويل إبراشي على مدار وقت طويل بيعدوا الكتير والجميل والحلو للحديث عن هذا الرجل بالشكل الذي يليق به فقرب وقت هنكلمكم عن هذا الرجل اللي كتير مننا طبعاً يعرفه لكن فيه كتير ما يقدرش يتابع كل التاريخ المهندة زي ما أنا واحدة من الناس بقول لحضراتكم لحقت آخر تفاصيل من هذا الرجل لكنه تاريخ ممتد فيه ناس تتلمذت على يديه وفيه ناس زاملته سنين طويلة فيه ناس أريتله وناس حبته وناس تبدأته على مدار سنين طويلة كل الناس دي لها حق أنها تعرف أكتر عنه عن الشخص لكن عودة للخبر وما يحدث في الأخبار وكل اللي هتلاقي نفسك بتتبعه للأسف في الأسبوع اللي فات واللي أتمنى أنه يبقى فيه وقفة وأنه يتغير الحديث عن التحقيقات لكن بذكر التحقيقات خلونا نقول النهاردة أنه كان فيه قرار حاسم ومهم يوقف الجدل ويوقف كل المزايدات بقرار النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي نيابة العامة ذكرت في بيانها النهاردة أنه زوجة الأستاذ وائل رحمه الله تقدمت بعريضة اتهمت خلالها طبيب بالتسبب في وفاته إذ أعطاه أقراصا غير متداولة مدعيا فاعليتها في علاج فيروس كورونا وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنسل قالت الزوجة أنه الطبيب كان يدخن بشراها في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته رغم ما لذلك من أثر سلبي وأضافت أنه برغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتلايف برئتين إلا أن الطبيب أصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشارئلي الذي ادعى اختراعه حتى تواصل المتوفى مع طباء آخرين ودخل المستشفى بنسبة فشل وتلايف رئوي عالية حاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى توفي الأستاذ وائل من مضاعفات التلايف وبعرض الأمر على سيد المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقع طبعا ده بيان محترم جدا يأتي استنادا على بلاغ من السيدة زوجة الأستاذ وائل الإبروش لحد هنا تستلم أنيابة العامة تحقيقات يفضل الرد والرد والرأي والرأي الآخر يفضل الأطباء لهم كل الحق أنهم يقولوا لا ده كان علاج الطبيب يدفع نفضي قصة تحصل بقى في أروقة القضاء ويحاسب إذا من أهمل القضية هنا بأعتقد بشكل كبير أن هي مش قضية تجريب عقار لأنه إذا أين كان الطبيب يقدر يسبت نوع العقار لكن القضية كمان الإهمال التعامل باستخفاف محاولات السبق محاولات الادعاء البطولة في أزمنة الأزمات زي ما على مدار السنة اللي فاتت شفنا حقيقي يعني شفنا أطباء قدموا حياتهم وشالوا حياتهم على كفهم لا شفنا تجار أزمات طبعا شفنا تجار أزمات وإذا كانت يعني وفاة الأستاذ والي رباشي الله يرحمه ممكن تفتح ملف تجار الأزمات فهتفتح ملف كبير مش بس المتاجرة بإدعاء امتلاك العلاج لكن المتاجرة بصرف عقارات طبية المريض مش محتاجها والدكتور بيبقى عارف إنه المريض مش محتاجها المتاجرة بإنه الإهمال والرأي الأوحد وده درس لنا كلنا إنه طبعا الرأي الطبي والملاحقة والمتابعة الطبية لازم تكون ممكن فيها ناخد رأي واثنين وثلاثة خصوصا إذا كانت الحالة بتتدور تاني ولأنه كلام عن الأستاذ وائل ما انتهاش إحنا بنحاول أن نعدل نزبط الدفة إذا صح التعبير الكلام عن الأستاذ وائل لازم يا جماعة يبقى فيه جملة مفيدة عن سيرة هذا الرجل جملة مفيدة عن تاريخ هذا الرجل عن تحقيقات صحفية هائلة قدمها الرجل ده عن موضوعات فتحت وطرحت للرأي العام الناس اللي موجودة على السوشال ميديا كمتابعين هم اللي كانوا المتلقي الأول وكانوا أكتر نسب تسعد إنه الله في حد بيتكلم باسمنا وفي حد بيتكلم بصوتنا خلونا احنا نعدل الدفة إذا كنا نراها غير مستقيمة حتى في التناول بكرة بالمناسبة فيه عزاء للأستاذ وائل إبراشي بجريدة روزة اليوسف الذي انتم إليها سنوات طويلة من العمل ودي لفتة واجبة الحقيقة من المجتمع الصحفي وأعتقد أنه هنشوف شكل تاني من أشكال التكريم لهذا الرجل غير أننا بس نتكلم عن الحدثة والدكتور وأن يصبح الطبيب أو الخطأ الطبي إذا كان هناك خطأ طبي هو النجم يمنى الجميع